مرحبا بكم في الجزء الثاني من القيصة ديالنا القيصة البنات اللي شاخدها ديال بالصح ما تمشو فين وش الدوبلايسكم بالنسبة للبنات اللي ما زال ما شافوا شو جزء الاول الرابط ديالو غن خليف اول تعليق والبنات اللي شافوا الجزء اللو ولكم قليهم ما غانزيش نطول عليكم واندخلوا في الجزء الثاني ديالنا مباشرة وبقينا هاكاك حتى النهار اللي غدي جي عندي هاداك السيد وغدي قولي يا فلانا اللي بناتنا سالة كتلو علاش ومرتي قلت لي يا انا يا هاديك وانا ما نكذبش عليك وانقدرش نخسر ولادي وانقدرش نخسر مكانتي وابغيت حتى واحد يساق ليها الخبار صافي تلاقينا اخوت متفارق اخوت قلت له ولد الناس وانا وهذا ونهار زعمة انتهي هي حياتي كاملة وهادي قالي اشوفي انا غنضمن لك مستقبالك وغنخلي لك واحد البراكة اللي يسوق في باع لرجليك بما زعمت تكمل قرائتك وتخدمي شي خدبا قلت له خاسيدي مشي مشكل صافي كنا مشينا لمحكامة فعلا كنا تطافقنا على اطلاق السيد كان اعطاني فلوس اللي كنت خبيتهم ديك الساعة في البنكة وكان طلقني ومشى في حالاته المهم انا اتماع وتني حسس بواحد الفراغ اللي فاضي على البناس فعلا جاني اكتئاب وحتى من قرائتي من قشرة لها البال صافي بقى سقاسة غير في الدار فديك الساعة كنت فكرت في حاجة واحدة ان الفلوس قد ما بقت كنسل منهم ووحد نار غي تقعدعه فقررت ان هذيك الدار اللي تحت مني والغاراج نكريهم وفعلا كنت نكريتهم لواحد السيد اللي كان كرمي عندي الغار والغاراج وسكون في هذيك الدار صافي بقى هذيك الفلوس اللي كيعطيهم لي وما باش كنت عيشة بقينا جارين هكذا اليوم وغدة اليوم وغدة حتى النهار اللي قررت اني ندرش مشروع اول مشروع كنت قدرتوه درس مشروع ديرها جدي المواد دي الجميل ومعه صانون ولكن ما جيت في نكمل فيه في مرحلة قررتوه وكان لسيط لديه ميكوه الارباح ووالو الكلصة اللي كنت عيشة فيها ما كانو الزعمة مهتمين بهاد شيئ وكان يخلص لي لدي الكرم حينت الباحل كنت غير كارياه كان يخلص لي الكرم وهذا المصروف ديالي أنا كنت اخدو غن من الكرم اللي كنت كارياه عن هذا السيد فخليت هذا المشروع وفكرت اني ندير مشروع اخر كيف كان فكر كفكر كفكر وقلت هذه فكرة البلاطة اللي كنت عيشة فيها كانت تخصهم حضارة لحن تلعيالات بزاف كانوا كمشوا يخدموا في الفيرمات كانوا كمشوا يخدموا في مكانوا واحد المعامل كمشوا يخدموا فيهم كانوا هذوك الأستادات تهوما كيبغوا فين يخليوا وليداتهم كان خاصنا التعليم الأولي وكان خاص حتى السواء أنا فش كنت كان دول السواء في العام ديالباك كنا كندولهم غير في واحد دار تطاوي لازمة فيهاش صافي فكرت في هذه الفكرة ومضح بالي غير واحد الأستادة هذي الأستادة كانت عزيزة عليها بالساف وكانت كدت عطف عليا وكانت حنفيا وكانت وقفات معي بلا قياس عيط ليها وقلستها وكانت لها شوفي رهاشنوا واقع واشنوا واقع واشنوا واقع وأنا كان فكر ندير مشروع قلت لي أحسن حاجة ديريها كنت شاركت مع هذ المشروع وقدرني دخلت للانتغنات وقال لي ههما الوراق ونرى ممكن ما عنديش الحق وانتي غيكون عندك الحق قلت لي شوفي ما نكتبش عليك أنا هذ المشروع ما نقدرش نهزو ببحدي والكي لا بغي تيرا نقدر نهزو أنا وراجلي قلت لي ما عنديش المشكل المهم تي تكوني المديرة وأنا نتحسب معك مهم تي تكلفي بكل شي أنا عليا غير راس المال والأرباح هذيك الساعة نتقاسمهم وننشوفوك فاش نديروليهم قلت لي يا واخا ما شي مشكل هذيك الساعة كنا نبينك نقلبو كنا نلقينا واحد الدار زوينا من الفوق حتى للتاح تقديتها صلحتها على حقا وطريقها جهزتها درت الحضانة للتاح درت لفوق المدرسة الطاويلات كل شي سبغتها من بره مهم درنا لها كل شي هي ورجلها كانوا جروا في الرخصة كانت تعطيت ليهم حينتيا كانت أستادة ورجلها كان أستاد المهم كانوا قدوا الأمور كاملة سوف يكوننا فتتحنا فتتحنا المدرسة والناس كاملين حتى شي واحد ما كان عارف أن هذيك المدرسة ديالي كل شي كي يقول المدرسة ديال فلان وفلان والكمية في الحقيقة والوراق وكل شي أنا اللي كارية وأنا اللي مولت كل شي سوف هي هذيك بقاءة المدرسة خدامة الأمور هي هذيك عادية أنا كان كنت خلني مصيرف من المدرسة ومصيرف من هذيك الكرة والحمد لله كنت عيشة باخر ولا كرة ما نقدرش نقول لكم العين أشنو كانت ديرانية وبعد المرات كنت كنت نقول العين هي سبابي فهذيك الرجل حتفرتك سماعه فنطبعت هذيك الطموبيل اللي كانت أعطيها للعين كانت كات كاتا شريت واحد طموبيل عادية واللي تعيش في حالي في حال الناس غادية في جنب الحيط عرفت وما كان نش ما كان دش سوف يبقي نجرين هاكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار ليه غدا يكون خارجة وما كانش رادي البال ما هتضرع حتى لوحد الوقت ونضرب واحد الخريجي جاء قدامي واحد طموبيل عاقلي على جد النمل المهم ضربتها انا يا شدة فراسي سيد نزل بدك يغوط واتيا ما كتشوفيش واتيا هذي حالة الباب شوي يا وطلت عليه وقال الله يا اخو يا الله واش خريجي شودر لاها هذا الشي كامل اسدي ماشي مشكل سمح لي انا غلط ضربتك وراهت شيري جاري الناس لسيروس قال يلاوش انا مسالي انا اما في سبع طعر ماما في سبع طعر قلت له اسدي ماشي مشكل اللي بغتي هندي را معك بغتي انتفاهموا بناتنا انتفاهموا انا ما اديش المشكيل المهم سيد تلقى كيشوف فيه احتايا وقالي نعيته الكوستاتور في اعلان نعيتنا الكوستاتور جادر كوستا السيد قبل ما يمشي قلت له اسمح لي قلت انت اسمحي لي اختيار انا ما قصد توله راك انطلع لي الدم رغم ايانا ما ايانا قلت الله يجب لي هالشيفة صافي السيد مشى وانا مشيت بالنسبة لي الموضوع تسد حتى العرفس من بعد ان الموضوع يلاحب ده المهم هدخينه والذي في مكان دور قلقاه في جنبي وفي مكان طلاقة والسلام كدير على العباس وكنزيد اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار لغا يقول يبغت الرقم دي التليفون ديالك يوية البناز عطيته لي حينت كنت عيشة في واحد الوحدانية اللي قاتي اللي قاتي لا مانقدرش نوصف ليكم كيفاش كنت عيشة لو معدته الرقم دي التليفون وبديت كنت تعرف عليه وتم اكتشفت انه يالله توضف واحد البلاسة تم احدانه المهم يالله توضف ما زال ما دير في حياته حتى شي حاجه عائلته عايشة في الاعروبية بعاد بزاف واحد البلاسة واحد اخرى وهو ببعده اللي عايش مو كريم عدراري الموهي بقينه كانت تعرفه وقالي انتشنو كديري انا حاليا رقاسة غير في الدار ما زال ما اختمتش كالي يا قاريا قلت له رائع قاريا ولكن ما اخذيتش الديبلوم اراخرش من السنة الثانية فلافاك وهو يقول لي يا مزيال اللهم يسر تحدث السيا بسيات كاملة سيا استهاتف وقالية هادة بالزع لك بزاف ومزيال وتقاتلتي المهم لك ان احضروا انا معقش يؤدي احضروا ويقول لي انكت اي شيء قلت ا skip تجمع وحد الفلوس وشريت بهم وحد سالود الحاليا حاليا تحضر بصدار ذلك الطاقة في الوقت الذي كان قرار بالفاك وفعلا فى الوقت الذي كان قرار بالفاك بقوة لمشي ولمجي بعض المرات الذي كان كله كانت نحل في نبات و كنت اخذت واحد الدار و كنت جريب و حتى مال يرخيص و كنت جاهزتها و حتيت تسعى الفلوس كان مجددا المهم فرشها و كديتها و الوقت اللي لم اقرأت هذا الدار و الذي كريها اللي كان لديهم فرشها المهم انا كتبت لها اكتبت لها كتبها فى العيشة اما هاك الفلوس انا كنت دينهم غير خطرة فقط عام كنت اخبهم للدوار الزمان سيد قال لي بسيادة الدار التي كنت عيش فيها لم أكن مدرسة كاملة قلت له أن أشاري لراجل غير بارتما وخرج لي الطموبيل و هذه المدرسة التي كانت عندي لم أكن نهائية جبته لي و بقى لحد الساعة واحد لا أعرف أن هذه المدرسة سأحبني كانت لقى مع صدق صاحبتي و تحاسب معها و أنا أحد من نوع الناس التي كان خاف من العين والغاية والهضرة و لا ندرسة كاملة قلت له عندي بارتما التي عيش فيها و عيشة بها لأنها عيشة المهمة قلت له أن أعيشة حد في القد سفي السياد بدأ نهضره الحب والغرام والعيش قلت له حتى النهار قلت له أن أريك كثيرا و قلت له أنت لا يبغيني الزواج قلت له أنت لا يبغيني الزواج أنا رأني مزوجة و مطلقة و أنت أزري قال لي أنا لدي مشكلة بها و أغير أنه يحصل في تلك الأطفال و قال لي لدي مشكلة و داركم و سأخبركم ما يريده و هو المهم أننا سنعيش في دار المعار عني أن أعيشه و أجدت في تلك المحيات و قال لي يا أخا هذه الأطفال كنت كارياليه مول المجازة والدار كنت وصيته قلت له الفلوس قلت له تعطيهم الفلانة قال لي يا واقع لهذه الأسادة وانا كنت كمشي كنجمال حصيصة كاملة من عندها صافية هذيك مشينا لدارهم تعرفت عليهم فرحوا بياه الأمور كاملة كانت غادية مزيان قال لي هم راسي دارة وارت أعلى أمها يعني الدار اللي سكن فيها أنا وارتها أعلى أمي قال لي هم سي دارة وارت أعلى أمها وراح يتيما ما يتيما قالوا لي مرحبا بها الدنياهان هي على الرأس والعين وكانوا كيتعملوا معايا فلوان مزيان طيحنا لقائد زوج باداكسيد لما نقوش لكم كان ما تخساري في الرجال غير هو وصراحة كان هذا المصروف هو الدار هو اللي كان يسرف وكان يخلص الموضو كل شي أنا ما كنت كان حتى الريال في المصروف ديال الدار وكان عايش فابوري لما شك يعطني فلوس الكراء ولا شي حاجة المهم بقينا هكاك هذيك التوموبيل اللي كانت عنده كان باعها ولكي هذي الطوموبيل ديالي أنا أصلا ما كانش عندي مع الخروش بزال سافي بقينا عايشين هكاك أنا كنت حمد الله وشكراح فين كنت وفين وليت المهم بقينا جاري الفلوس اللي كي يتجمعوا لي كنديهم نيشا للبنكة وكنخبيهم بتواحد ما سيقليهم الخبار بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار لقد يقول لي هذيك الراجل يلا همشوا للأعروبية وتلوا سيدي مرحبا فعلا كان هزني ومشيت أنا ويا للأعروبية تتعاونوا معي عائلته مزيان هارلوين هارتانين 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 دستقربا واحد سيمانة كنا كنت تعاونوا على الشقة عادي المهم فاش كملت هذيك السيمانة أنا كانت جمعوا لي الحويج ديال السابون هزيت الحويج وطلعت عنده من المصرية الفوق طالعه باش نصبن هاتك اطلع لي مو كاركور ديال السابون هما كانوا كيت ناوني غير امزا نبغين طلع صابوني باش نصبنه باش طلعوا لي هذك السابون وهي تقول لي مصبنه مصبنه ودوزي معك هادو ورا انا خصي نقول لها دوزي معك هادو حتى نرى عندي جوش ريوطات اما هي يرى عندها كاركور المهم قد كنشوف هذك السابون وكنقول اوهي لي هذي السابون كامل غنصبنه انا وانا البنات فهذه المدارة ولي تعيشة بوحدي كال مرتاحة تشي حاجة مناقساني المهم ولي تعيشة في واحد نيفو مزيان شفت حتى عيت ما بغش نخسر ليها مهم بديس كنقلب هذك الحويج باش ننعزل الحويج اللي مموسخينش بزاف ندوزهم هما اللولين والحويج اللي موسخين ودك شديه لتكارفز نخليهم هما اللخر ثم راكم عارفين هذك الماكينة العادية كتبقا يتصبني وتحييدي الحويج ودري صابون اخر يعني الماء را مانك تبدليش كل مرة فاش بديس كنقلب بين وليه شي جلالب ديالي قوسي انا بغيت نكبر بيا هذك هذك جلالب درتم هما اللولين يلا بغيت نحطهم ويجي كتجري ويجي تقول لي يا لا هذك جلالب ما كان صبرنامش في الماكينة كتلاوية لاش قد يكن صبرنام بيديها شفت في جلالب شغان قوليكم ماشي كانت تحك عليها ولكره دون واقع افشو جلالب عاقلي على جد نمل وجد جد نمل يعني هذك راح شوما قاد تقول عليهم هذك الحضرة وقالت كنشوفها وقالت لها واقع اهزيت ومحطيتهم في واحد البلاسة وبغيت نبدأ نستفده نعزل يلا كنستفده كل ملابس الداخلية اللي كيكونون ممسخينش حينت هما في العربية راح الحواج دلهم دل برا كيكونون ممسخين تراب والحمرية وتكشي يلا بديس كنستفدهم يزقول يلا لقات يهدو كندوزون بيدينا كتلا اها وشنو كتصبنوا في الماكينة الصابون ويزقول لي كنصبنوا غير هذك الحواج الاخرين قلت لها اهما كتلا حواج دل الزنقاء قلت لها خالتي انا ما كنصبنش بيدينا قلت لي يا وعلاش قلت لها هكك قلت لها في دارة عندي مكينة الصابون اوتوماتيك يعني احتهد الصابون ديل صبني وش اللي انا ممول فاش به وكون مبقاوش عندي مل بزقع من صبن سيدا طلقت فيي ونزلت وفي حالة ما اعجبها حاله كانت خلاتني تموم ونزلت المهم انا يا دك شيري فراسي هو اللي درته هزيت هذك الملابس الداخلية صبنتهم هم اللولين حييت لهم المدية لهم من بعد كانت صبن في الحواج صبن يا ما تصبن صبن يا ما تصبن تقريبا واحد ثلاث سواع حتى كنت تكملت هذا الشي وانشرت كل شو هبطت الهبطة اللي غان هبط هي طلعت بنوليها جلالة بل هبطت عندي كجري كيفاش قاديتك انتي مصبنك وشو مخلي لي جلال بي قلت لها خالة تيراني قلت لك انا ما كنصبنش بيدي قلت له هذو كجلالة بكوز بغان دوزهم قلت لي قصوم تصبنه بيدي ويزقوا لي يا حيك بالحيح تسقوا لي ما كنصبنيش بيدي انا مالك انتي ايش كون تشنوك يسحب لك راسك انتي انتي بدا سعليه بالميار نهلت الشيطان وقلت ما عندي لاش نجبت معها صداح حضرت راسي ودخلت في واحد البيت وزديت عليها المهم دوزنا هذك النهار الغدلي مع الصباح نطس انا بكري اه طرفت معهم الد قلت لكوزينة كنصب الغداء ويزقوا لي هم جبتو جبتو التخمال قبل ما تمشي هي حينت كانت عارفة ما بقاش لي بزيب باش مشي انا وراجلي انا سمعتها ومي اكتما دويت ما تكلمت كملت هذك الشي اللي كندير في الكوزينة اخطت الماء اللي كنت طيبت بهم الغداء وكنت اخرج شغلت في الصالة مرسل مرتاحية حتى جزت عندي السيدة كجري ويزقوا لي يا الشيك لسي على ما غدت نوضي شخملي مع البنات وكتع لاش نخمل معهم هم تبرك الله ثلاثة ر يشبقوا لها في النور اللي كنت اخليت من السيدة كل شي رحضت لي رحضت يا زايدة واسمعني فالهضراء كانت رحضت وايضا خليت باش تحولوا نتمشي بالجميع ترتيب بشوية يا جميع العليا حتى نرا ترتي بوسعنا للغاية يعطي من التخفض لي لتحول شخص الجميع والسي عجل ترتيت قدام الباب التي جميع تبني القفر وقعت له يالله أين وصعد لم يكن التباك عليه؟ مرتك 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 للتحول ؟ مراتك متضياء فإنها مراتية من قد اخري ان اخمال اتقل وكأن اخذتت عني المرأة وهو بقى كيهضر معها شحان وشوية وهو يطلع المهم ش دينا الطريق ويقول يالله وعليش قلتي لا هكاك وتصبري ما تصبري كليونيش غنصبر ونبود نية كنسمع هكا تقول لاختك جبدي التخمال قبل ما تمشي يعني ماشي جاب دينو حين تجاب دينو انا كنت جيت وقيتهم كي خملو على الرسول عين او انهم اذا بغيت قلت لي ولكن باش هي يا زعماء تقول لي يا جبدي التخمال يعني في حالة حقراتني في حالة قلت له انا الله انا ما غنبغيش وحينت هذه الساعة كنا يا الله تزوجنا ماداش بزاف يعني ما زال ما قفلنا حتى العام سيد داليا خاطرية وقال ليه ماشي مشكي كيف وصلنا للدار مكامل عشرة 15 يوم قادة اعتقد يجيو هاتو الهجيز المهم جاو ديري الجلع للرجل وديري ديك اللعيب ديك هدي دارك او نوطي تشقيع لينا او حتى انا ما كنت ملعاك زي نهار الول شقيت نهار الثاني شقيت نهار الثاني شقيت نهار الثاني اعتقدوا لك الراجل محقا محقا مرتك ما بغتش تستقبلنا وابقاش كطيب لنا وكتدخل بيت وتسدع ليها المهم حرش الراجل مزيان شعندي الراجل مغدد وقال ليشنو كي سحب لك راسك وكي سحب لك راسك هاتو دار دارك هاتو داري وجوه خوت يومي وقت مبغا وقال لي حتسالة وقال ليشنو كتدخل من فمك او للا كيفاش تدردارك قال ليش كي سحب ليا هذا راه الواقع وقال ليه في جميع الحالات ما كنت تقبلت على راسي واني ايما انا جريت عليها وقال ليها كلمة لي ما هيش قلت لي تلتي يا ملولة كنت كنت شقى وكنت اقول لدنيا هانية اما باش يجيوا يقلسوا عندي بالشهر وما يشقى وما يدروح تشي حاجة اسمح لي انا مر قبلش هاتو ويقول لي امالكي اهدراجوش كتب قلت لي هاتو شي ودارك مدارك انتي احس براسك وما احس براسك قلت لولد الناس انا نهار لول مكتب تحليك انا دوس المشاكل الوسطى احتعيت ان اليوم انا بغى نعيش مع الناس مرتاحة مقدلة على مشاكلة العقوزة على مشاكلة الويسات واذا بغيتيني نبقى اناويةك مزيانين قيلني من هاتو شي وانيب عمالين الدار المهم مشاكلة ان دمو بدك يبرد فيها كانوا قلتوا تقريبا واحد نهار من المورة النهار اللي كانوا بدوري انا وياستاه ومن المورةها كانوا مشاو انا الوقت اللي كان انا وراجلين امور كاملة تكون مزيانة حتى كيف مكتلكم كتبقى تحرشهم المهم من المورة هاتو مجيئة ولو خيطة بيطي عندي لواحد درجة اللي ما قدرش نوصفها لكم مرة تقريبا باكيش شهر اللي كيدوز ومكيجوش عندي قلتوا سيمانة عشر ايام خمستاشر يوم كيف مدرتي لهم كيبقى فيهم الحال المهم غادي نبقى وحتى النهار اللي كان لعيد الصغير وكانوا جاو تقريبا واحد الخمسة يام قبل من العيد رحبت بيهم وكبرت بيهم الامور كاملة غادي يمزيانة حتى النهار الاخر لقبل من العيد المهم نهار الاخر كنت لبيت مع الراجل وكلا والناس رخسني بتكسى وحتى اخباتك خاصك تشيلوا ليهم شي حاجة قال لي اه فعلا عندك الحق المهم كنت صفقت انا وياه باش انا خرجوا نتكسى وكان قليا خرجت الممورة الفطور انا راجلي ما كيقدرش خرجوا وسط النهار انا نطمع الصباح ومشيت للحمام من الحمام شيتنيشها للصالون اتقديت وتصيبت الرجعة اللي غا نرجح كلقاهم عاقلين غباشهم في حرية ويسكينة اه ويلي هادو مالهم كيطلعوا فيه وكينزلوا المهمة محاش تشليهم دخلتنيشان الكوزينة كلقاهم مديرين فرتيتا الفطور وهاديك الساعة بقى تقريبا واحد ساعة المغانا ما كاملاش ايبوا نزلت بشوية عليا مدويتهم ما كلموصهم شيتنيشان هاداك الباتيسري اللي كنت حتى عنده الحلوة ديال الحلوة ديال العيد وموصيهم باش يوجدوا ليار غاية فوذك الشي كامل اللي غادي نحتاج المهم مشيت عندهم خديت الكومون ديالي وقلت لي هم شنو باقي عندكم قال لي باقي شوية المسمن باقي شوية ديال المشيبان مهم داك الشي اللي بغا كنت هزيته وتركت معي الحليب جيت للدار عمرت براتاتي حتى قلت لي هون طبلة الشي بقى كي نشوف شي ويا تقول لي همو لي يا وليدي وانا مول في الحريرة كنت لها خالتين نهار كامل ممتي قلت في الدار وكل شي كاين كنت لها عارفتيني كنت في الحمام ومشيت للصالون نقزت واحد اخته ويا تقول لي وعليش مديتينيش معك كنت لها انتي ممول فاشكات مشي للصالون كنت لها واحدة دابة لبس جلابتك ونزلي هوا والصالون غير تحتمل نماش بعيد أ preconv Perseedها انا لم يعدها وانا ويتخرجنا من المرة كيف rational ساعة المهم المهamento يعجبينوا لها البيجامة تخيلوا ربينا البيجامة لي che nepput يتم التقارวدها في حال الحباس ونلبسوا 5 Kelvin watches الراقش اقوموا ب £40 أ選وا ان انظري اللوان ونكتر لهم كنا اخذنا نفس البيجاما باربعابينا امه غير حشمات و كنا اخذنا بسروال امه حتى هي كنت اخذ بحالنا مهمة ما كنت اخذت البيجاما واحد اخرى كنت اخذت واحد سيد كيبيع الفاكهة و كنت اخذت شوية ما كنت اخذت ووزنا هذه الليلة و كنت اخذت صفح وتقليلها و طريقها و لا اشاهدوا ايها المسمى و القرص و هذا الشي كامل ما اعرف ايش وهذا الشي من طاح المهم كيشفو حتى كي ايو كان لقو السيدة الماكيا اه اه لابسة مقادة و انا كنت لابسة هذه البيجاما ديالتين كي وينكي اللي كنت شرينة كاملين كيف اكملت شقايا و اضطتك شي فوق الطبلة و طلقت البخور دخلت للبيت و درس ماكيهش خفيف و لبست واحد القفايتين و همما كانوا شايفينه و كانوا يسحب ليهم ان انا مقلب ساديك البيجاما دلتين كينكي وينكي المهمة البنات اه اه دخلت عندهم عرفتوا تصدموا شي كي شوف شي ما قالوا لي بصحتك ما قالوا لي جاء معك حدها حد امك قلت يا ابنتي و شبغت برزي قلت للا خلتي غير معيدة مع راسي و ضربت ابو حد ضحكة و اسكت المهم بقينا هاكاك دوزنا هادا كسباح و وصلت شي لحضاج ديام نهار نطج بجي جاءت كانوا في الفريقو ام امرهم من قبل دخلت مليشا الفرنس اديت عليهم ما معولا نديلهم ضغميرة لاوالو معمرين ما معولا غير نحمرهم نديلهم شوية الفريت و ها هو الغداواجد فعلا تكشي اللي كان موقفت نهائيا في الكوزينة و هو ما حت ما كانوا شكيانوا يعاونوني لا سوف نحن نضع لي هم طبلا مسربسة سوف يكون ديها شوية البقولة في الفريقو كان عندي شوية ديالزع لكم موجده ارتغل واحد شليده بالخفين زربا اضطت لي هم هدك الطبلا مسوقة كيف تغذينا كم انا و راجلي بي تنعازه هما تكاو حتى سوف يسلطوا على الماء عند الغداواجد انا هزيت راجلي و اخرش انوية المهم خرجنا و اضربنا ضويرة و محاولوا في المدينة تحتنا و هل يوجد على خلبي و حييت لها شوية الاستراس اللي سوف يدخلوا الظهر كاللقوهم نيظيم كاملين بوقعين بالنعاس عارف ما نقول لكم فعلا و مشاكين مروونين مخنزرين و يقولوني ما كان يجنون العيد كيف رأينا داخلين موية تقولوني ثم نأسونا و خرشوه انتو مدرتو و درتو و درتو و ثم فعلتو و قلت لها خلتي الله يهديك اشد الأضراء و تقولي كيف نأس لكم اخر مرة ؟ لم أدرني صغر قلت لها عادة يا خالتين اخرج انا وراجلي شمينا قلت يلا ودك ساعة خرجونا معكم ونضيك الساعة جمعت الوقفة وقلت لها انا لم يحبني ايش سوف يمشي للدار دعبة اخليتها وولدها قلت لها ودخلت البيت وستة علية الغدلي مع الصباح لبسات شطيتها ومشتي يوبناتها في حالاتها وراجلي اللي كان وصلهم بالطموبيل المهمة لم يكتر راجع راجع كي غوت وقلت لها اللي كانت اختيت الاخر وقلت باستخدام ماذا الاخر وقلت عن طموبيل مهما قلت باستخدام مبناء كانت تحدث عن طموبيل وقلت بأستخدام الاخر أرى صغر وقلت له أنه انت تباستخدام وشكورت ذريك ياكو لم أكنت كسرين فكرا لم اصنف ما بديو حسابه لم اعندي لم يتذكر فكرا لم تتطلقها قلت لها بنا قلت بأستخدام لك تصعير لا يحتاج ايضا صافي تخيلوا خلاني انا كنهضر ومشلت صارون وتسكى المهم دخلت البيت النعاس كنجمع في الحويج على هواجة وقاليين على الشيطان كان يسحب لي ان اخذ باليسة ونخرج نغضب في بلاس اخرى المهم جمعت هذه الباليسة حتى جمعتها وخرجها قدامه على هوات منمل وقاليين على الشيطان وقاليين على الشيطان أحد في القناة ولمستقامة وقفت واحد تاكسي وقاليين على شرق لقل مرورة في المحطة المناسبة وقل الناس وقل طريق جميع الرئيس تقضي وجود تاكسي المهلا لقل مدد 27 درام وهنا الناس 7 درام عندما خدمت علي 7 درام قلت له بلاتي بلاتيون من هذا التليفون قلت له فلان قلت له نعم قلت له نزل بغيس قدابة وهو ينزل كيجري ما عرفش نواقع المهم النزل اللي غينزل قلت له ها هو التاكسي شدي سوى الكرة الباريزة يلكف الكوفر يلا بسلامة قلت له كيفاش 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 على شنو بغتين نخرج من داري واش مفخ باري شهدك اللي فوقنا داري فين بغتين نغضب سينا وليدي سير نطلقه في المحكامة المهم سيد مرداش وقلت خاصة نقدمه التاكسي انا يضربت فيه تمامة لابس بيجاما ديال الدار وكلاكاتة خليت تمامة وكنت دخلت وردخت الباب المهم طلعت في حالاتي تجبات وقلت لا لا راح الله وابناه يدمر مرتاح وكيجبت الراس والمشاكل ايش بينه بانش يزواج ايش بينه بانش يزدع الراس المهم قلت في حالاتي السيد مشامة بغاش صارت لي خرج من الدارب بيجاما ووصلو حد الخطاطة ومقرأي خرج المدام المهم مرداش 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 عيطي الفتلفون وقالي يلا وذلك الساعة قولي لي نخرج ماشي يدري لي في حالاتي فقالت لك اكتبات لك انه نخرج وانا راح بيجيبت اتضرب نهج طائدك وخرج برا واذا بوطي نتجل لك انا داري قال يلا وما عندك هذا دايال داري وطموبيلتي تقلقه داري واذا نكذب عليك هاتشيلكين هاتشيلي تالله هاتشيلي تالله انا مرحبا ما عنديش غرام ديال المشكل المهم هي هاديك السيد مشاف حالاته بقينا غضباني تقريبا قولي واحد شهر والسيادة دخلوا بنتنا الناس وقلنا نعلو الشيطان ماشي مشكل قالوا لي يا سلكي هدا هو الزواج غمصت عيني يا سيد جاك يطلبوك يرغبوك يقول يا سبحي لي يا وانا غاركو سمع الصبو ممي ممي قلت له مااشي مشكل اي وارجعنا ماشي تفين نكمل البناس معه شهر حسن مو بدت كتن قلت له احقا محقا انت دابدار عليكم العام مازال با وحقا بلاولاد أكيد هي لي لي غتكون المخصصات فهو عاجرة مازال بأحقا احقا هاذ كنا بطلبنا وهو يقول لي انا قلت له أنا ليستتقون نسي غر مطلقة المهم ما ما أهصاق الخبار صفيه هديك فيف ما مي استقل الخبار ودك الشي قالت له الله هي لي كانت ملك يطلقها على الولاد واكيد هي عاجرة ما هي عاجرة جا عند اللي شهرتها ان يكون عاجرة وسلعم نذهب علي تتتلع شاهر حتى انا دهي كان عاجرة سيت أحقا بسلامة بسلامة يلا وانا كان بغيك وخما تكوني الشولدين بقى معاك وانا كان حماق عليك وانا كانت ستونتي النور دعينية وانتي الحب دقلبي وانتي 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 وديك الهدرة كابلة قلت لهوها خاسي دي مشي مشكل هزيت راسي البنات ومشيت عن طبيبة ودرت لي كنترول عام ملقتي انتي حتى شي حاجة وانا رفيتم دوزة فاش كنسمع هادك الساود يا راكم دوزت قلت لي طبا ما عندك حتى شي حاجة قلت لي ربما ما يكون المشكل فراج لك قلت لي قولي ليه جي يدوز حتى هو المهم شر جلد ووزت قلت لهو التحاليل حتى كانت صدمه هاده اللي ما عمرها البناس ما كانت ليه في البعن كانت صدمك القسي يد عنده تشوف الحيوانات المنوية وعنده مشي سراع وقلال يعني ثلاثة المشاكل وقلت لي اشوفي انكذب علي قلت لي هذا الراجل تسعود وتسعين في المئة مغايولة كنت قلت لي قلت لي ان يجري ويجاري مع دوايات ومع الطبا ومع المرض يقد حاجة 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 رجل كنت معمل حتى يكون قلت لك شوية صعيب بقيت كنعيه ويسكت مال قلت له اكتب خاني يقل وكا Lean وقد إصد بتقول انه عمرها اكتبت خسوغر يكون ولدنا ساكونت مساعدة للبيان في قامعة حياتي كاملة كنت خمطت عينيه وسكتت وقلت من دويما نتكلم ونشوف هزيت هذو التحاليل ما قلت له واحدة شي حاجة وصلت للدار خبيت هذو التحاليل وزنت تكدبت عليه حين تبغيت نعرف هذا الراجل واش انا الى كان واقع ليا نفس المشكلة غيبقى معايا او لا لا حتي الى كان ما غيبقاش معايا غنقول له بسلامة مكين لاش حتى انا ما نبقاش معاه صافية هاديك رجعت للدار كان بكي كان بكي على همي وكان بكي على مشاكيلي وعلى الوقت اللي مازال ما بغاش تتحك ليا المهم وصلت شفية يكلاباز اشون واقع؟ قلته انا ما كان اولد شعنقني وقالني ماشي مشكل وbtV ش học فقط اللي نعرف الولاد تقول لي احقا انت تولديش احقا والدي يجيب اخسار منك احقا والدي يجيب لالك مهم دائما كحشي ليال هادرة وانا كان ميك على وجهه ما كنت كان بغي نقول حتى شي حاجة بقينا غادي نهاكا حتى النهار لكنت نوضتها انا وماما ونوضناها على الطموبيل انا كنت خارجة كنت دارني الدرسة وغالدي يمشي للمدينة يعني ماشي كان صيبات ما كان صيبة عندو حط بي في المدينة وماما كانت خارجة غير باش الدور وقدت لك حقا ما حقا انا اللي ماشي في الطاكسيات وفي الكار وهي تمشي في الطموبيل الدور قلت له هاده اللي مأمرها ما تقول لك الطموبيل طموبيلتي هادك اينا وانا وضعت صداء وبدأت كتغوت وقالت لولدها وانت ما شراجل الطموبيل طموبيلتها ودار دارها وما نعرف مهنا ومالهي المهم السيد ما عجبوش الحال وكان ديك نظهارني كانت تمشيات المهم مشات السيدشة وقالي ناتشي ما عجبنيش ما ما عجبنيش قلت له شنو بغيتي قالي انا بغيت ندير داري قلت له وش انا حابسة قل يلا نتعاون انا وياك انا عارف انك انت كنت جمع شوية الفلوس انا اتنا رجع مع وحد البركة وناخده شي دار وننص بالنص قلت له ها خسيدي ماشي مشكل صافية هاديك دا هو كيقلب حتى النهار للقاء واحد دار كانت بقى تلو 12 مليون جا عندي قل يوش عندك 12 قلت له موجودة قلت له يا صافي اعطيها لي باش نمشي نتكاتب قلت له كيفاش كيفاش نعطيها لك باش مشي تكاتب قلو سمعني يا بلد الناس انا 12 مليون ها هي كينا من الدية اللي يدي النوطير غادي نحطها وهذا الشي اللي جاني في حقي غادي يكسبوا لي جاني 5% تكسب جاني 6% تكسب جاني 7% تكسب المهم انا ما غنتنازل على حتى واحد في المية ما غنتنازل عليه قل يلا وحنا ما بينات ناشطيقة وانتي ما كتتاقش فيها وزيد انت عندك هالدار قلت له هالدار شاريها لي يا راجلي اللي والماشين تاني شاريها لي وزيد انت تيقى لك انك اندوي عليها انت را ما حدش بالزاب حينت هو كان حط غير 8 قلت له انت حط 8 وانا حط 12 اذا انت اللي خصكت تكفيها والدار تكسب اسميتي وانا غير وليا المهم سيد ما اعجبوش الحال الدار بنحت ما بقي نشرين الدار المهم غمت عيني ايا وقلت ما عليش الدنيا هانية شديت ذلك الفلوس او ثاني مشيت بلوكيتهم في البنكة وحتى الهاد الوقت الراجل را ما عارفش ان هذه المجازة اللي تحت مني والدار انها داري لان كيف مكتلكم السيد اللي كنت كارية عنده كنت قلت له ان اعطي السيد اعطي الفلوس للسيدة وهو عند باله ان هادك الدار بيئها لها ولا شي حاجة ويمكن كيدي لها الفلوس كيديوه منيش للمدرسة وكيحطهم لها والسيدة اللي كان بينه وبينها المشروع كنت كمشي عندها كنت اخذ من عندها الفلوس وهي اصلا كان صاحبتي يعني هو معمره ما شك كنقول له غادة انفلي انا عادي انا كنشي كنقضي الغارات من ثمانيشة البنكة كنحط الفلوس كنشي لداري عادي في حالة شي حاجة مواقع المهمة البنات ابقيت انا وهذا الراجل ومن هنا في نغيب دول مشاكيل وسطاعات ولكيقولي انتي كنت تحاسبي بالساف اش منعيشة هادي انا صبر معك على الولاد انا كنشوفه ساكتا وكنقول ناري واش انا اللي صبر معاه ولا هو اللي صبر معايا وجد الشي كامل اللي كان عود اللي درتو معاه وما زل ما بغيش يحز صبر علي مقاونا معاه على الزمان بزاب ديال الحاجة اترحت المصاريف ديال الدر والله البناس ما كنت كانت حاسب روخه هو اللي زل ما كان كيقول انني انا اللي كان صرف ولكن راه اكتري اشياء كنت انا اللي كان صرفهم انا اللي اندخل سقاطع انا اللي اندخل دسر انا اللي كانش ايدا انا اللي هزه كل شي كل شي كل شي انا اللي كانت هزه هو راح تدو حد الماكلة يعني دقيقو سكار وقاتي الامور الاساسية فقط فقط شي حاجه اخرى مكيناش المهم غاتين بقاو اليوم غدا اليوم غدحت الراجل غاوليو خرجرجليش واعري اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا غدحت النهار اللي غايز اغبو الشيطان وفت موبيل يا لي يالبنات لقيته وهازه واحد البنت ما زل عنده 17 هام و باقي كاتقرا في الليسي انا فشفت هذا المنظر طرث بيد الدنيا اوويلي وش الراجل مانمور هاد شي كامل كيغدرني وضحكت له غير بلاتي. الى ما انا قاود لبابك التربية راني ما نسمعش. المهمة على البنات. هادك الساعة كنت نزلت للمدينة كريت واحد الطموبيل و جبتها حطيتها في حد درب من المورة الدرب دي علي. وبقيت غالسة في الدار والراجل كيف يخرج الخدمة كانت تبعوه. كان بقالت سنحتك يخرج ودك الشيلي يدير كان نشوفه شنه يدير. بقيت ملاحظة حتى اكتشفت انا وهو و هادك خيتي كيهزة و يديها للدار اللي كانوا قلسين فيها صحابه. بالعلم دي يلم ولا ماش يقصروا تماما. يقلسوا شوية. المهمة فشفت هادك المنظر هزيت نيشان هادك الطموبيل اللي كنت كريت ومشيت نيشان عن صاحبتي. دخلت عندها و كان بكي و كتلها شنو واقع و شنو واقع و شنو واقع. قلت لي و لش مش مش لهم البوليس. قلت ليها ما عرفتش. قلت لي يا خس كده هروري تحضر ليهم البوليس. قلت لي يا خس كده هروري تحضر ليهم البوليس. سافي هيلي مسكينا وقفاس معايا. طلعنا و نزلنا. بقيت تبع هادك الراجل حتى حصلتوا هاد المرة كيف حصلتوا اي طلعها اي طول بوليس جاو البوليس قرقبوا عليهم. المهم البوليس فاش كانوا طالعين نتلعت معاهم كيف حلوا الباب و دخلوا عليهم. و انا نتلع على الراجل. كان نغوز بحرجة دي و كنقولوا اياك يا وضل حرام. انت عاقر و انا يا ساتراك و كنقول ما عليش نصبر علاقة على وضل الولاد. الدنيا هانية و انت مازال كتغدرني كي يقول اياك كيف اجرأ. انا اللي صابر معاك. و انت اللي صابر معايا. انا اللي صابر معاك و المهم هي هاد يكنزلهم البوليس بنا لكوميسارية. اي 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 ا المهم شافح التعي وبدأ يبوث لي رجلية ويقول لي العار لما سمحي لي اللي بغيتي هندي رمح كتلو شوف إلا بغيتي اني تنازل ليك على هاد الزمر غادي ساعتني قدو قدوناتك فلوس كنت عارفها انها كتلو مهم حسبهم فلوس طلاقي حسبهم فلوس نهاية الخدمة وهاتكرف هاتكرف السعلي حسبها اللي حسبتي قل لي اللي بغتي هاجاتك المهم غير خرجيني من هنا كنت تفقت انا وياه قدونا الامور كنت خرج لي الساك الشاك امشيت تاريت الشاك جيت داخلي التنازل ساك نخرج من تماما نيشان كنا نمشينا ندرنا التعلاق اتفاقي تفارقنا كل واحد مش في حالاته هو ما عجبوش الحال وفادوك اليامات كان يجي وكيتلقى لي وش حال مرة بغيتي لي السكندال في الول بعدها كان يطلبوك يزاوك يقولي يا رجع لي يا مرجع لي كتلونا ما نرجعش لي كتلونا كنسابرة معك على ود الولاد سابرة معك حسب ما عندك شكونا قل ما عليج دنيا عاني مغمضة انية على وددمك على ودخوتاتك على المشاكل قلت لانا اولد الناس بغن تسنضغي العظامية انا ما خستني لارجل لاجوش انا بغيت غير نقلس في حالي لا 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 وسمحي لي يا وانا ما شكو نبغيك ما للا هكو نبغيك وانا ما بغيتش انا بغيت أسمح لي غير نصبر معاك على ود الولاد سابرة لانا ما كان نبغيش كبير يسبيره ولد الناس قد لقره سك لا تجيري وانا ما بغيتش نجرحك وانا انا بغيتش نعيشك فيك تأني بالضمير ودرت السبافي ولمعيور فييا وقلت ما عليش بالحق انت ما تساحل ما تقلت يطلب كيقول يشوفي اللي بغتيان ديره معك المهم غير جعيلية كنقوله انا اللي بغتيان ديره معك هتاني غير تسيقار المهم بقى تكيدور حتى كاية وفي الاخر كنشط ريقه ما بقيتش نهائيا كنشوفه انا كيف مكتلكم قليل فين كنخرج دباشت غير داري مره مره كمشي لهاديك المدرسه كندخول عند دكس حيبسي شد دماغه السون تحكو التريقيل الحمده الى اي شبه خير وعلى خير حتى شي حاجه مناقساني حتى من هاد الفيلاش كنفكر انني نتحول منه غير باقي كنقول فين غادي نمشي وفين غا نبدحياتي من جديد ما معرفتش منه المهم ان اليوم الحمده لله حاسب راسي انني واقفة الى رجلية برجلية وكان اخذ حقي بيديها ما كانت ان احتشي واحد بالنسبة لعائلة ماما كلهم تصدموا اولا غير من النهار اللي ساقوا لي الخبار انني درت الدار ما بغاشت تصرط ليهم وكيفاش زوج بسعودي وهو ما براتهم احتشي واحدة فيهم مطفراته مهم احتشي واحد مصايق الخبار نلقى هادك شريدرت غير هادك شوية وهادك الطموبيل اللي كان مخرج لي هادك السعودي في الاول وهادك الدار كانوا بغني حماقه اما كون ساقوا الخبار ان هادك المدرسة اللي كان قوله من مدرسة ديال صاحبتي انها مدرسة ديالي وهادك الدار من الفق حسل ساحت ديالي كان ممكن غايد شلطه الحمد لله اليوم عيشة بخروا على خير وما نقصني حتى شي حاجة الغزالة ديالي هنا سالة قصتنا ما تنسوش كيف العادة تخليوا الاراء وتعليق ديالكم من صاحبات القصة وما تنسونيش من تعليق زويلة ديالكم احنا ما بقى ليه الا نقول لكم حبيباتي ما تغيش بكم نتلقوا ان شاء الله في قصة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة